بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا ممكن الحلقة دي نبتديها النهاردة و احنا بنشايرين في طريق يلا نبني و احنا بنبني اولادنا عندنا سؤال سؤال لكل ابو و لكل ام كريمين بنحبهم و قاعدين معاهم و احنا بندخل جوا بيوتنا بنقول لهم بيحاولوا يحسنوا في تربية اولادهم فنسألهم سؤال كده و نحاول نشترك معاه قدي ايه بتحس بالخوف ان اولادك ممكن يغلطوا فربنا يحسبك على غلطهم اعيدي السؤال مرة تانية قدي ايه بتحس بالخوف ان اولادك يغلطوا فربنا يحسبك على غلطهم السؤال زي ما هو واضح زي الشعور اللي حصل لكم دلوقتي الشعور اللي حصل لكم دلوقتي ان طبعا انا بخاف ان ربنا يحسبني على تربيته و ان ربنا يوقفني و يسألني سؤال عسير و كتير من الناس بتسأل هل هتحاسب على اخطاء اولادي هل علي اسم لو حد من اولادي عمل زنب السؤال دوت من جملة الاسئلة المسكوت عنها اللي احنا مقررين ان احنا نتكلم عنها بشكل واضح ليه بقى؟ لان في التربية الاسئلة المسكوت عنها في التربية كتير احنا مش بنتكلم على الحكم الفقه بس احنا بنسأل سؤال تربوي السؤال التربوي هو بتكلم عن سؤال الحضارة سؤال زي عن عيش بالدين والسؤال ده اوسع بكتير لما اقولك حرام عليك وياجب عليك و عشان كده في ناس كتير عارفين اجابة السؤال ده لكن بيفضل جواهم خوف ان ربنا يحسبهم على اخطاء اولادهم ليه ده؟ معقولة؟ يعني انا عارف الجواب ده ولا تزر وزيرة وزيرة اخرى و مع ذلك انا افضل خايف هي دي المسافة ما بين ان الواحد يكون متمكن من التربية و عنده قدرة على انه ينفذ اوام ربنا سبحانه وتعالى و انه يكون مرعوب لان الله سبحانه وتعالى وضع لنا اصل في الحياة كلنا ممكن يخلينا نعيش بامان و اصل بيخلينا متزنين في الحياة و في كل علاقتنا بأولادنا الله سبحانه وتعالى الاصل لنا لسه ذكره ولا تزر وزيرة وزيرة اخرى يعني ايه؟ يعني ما فيش حد ما فيش انسان يؤخذ بزنب حد تاني ما يكونش هو اللي عمل الزنب ده يعني ممكن الانسان يتحاسب على التحريض لكن اكيد مش هيتحاسب على ان واحد بعد ما رباه اختار اختياره تاني يعني احنا مش مؤاخذين ولا علينا اسم مهما اولادنا غلطه او لو انه ما تعوش ربنا يعني ايه؟ احنا مؤاخذين لو احنا ما عملناش ايه؟ ما قدناش واجبنا في تربيتهم اللي واجبنا في تربيتهم ايه؟ كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعياتي يعني ايه؟ ليس جزء من مفهوم الرعاية لأولادي ان انا ادخل كجزء من عملهم واختيارهم انا مش جزء من اختيار اولادي ولا جزء من عمل اولادي لكن انا حياتي قائمة على اننا ارعاهم اوفرهم السبيل المناسب لان لما يجوا يختاروا يختاروا هم نظرين لله سبحانه تعالى فالواجب علي تجاه اولادي مش اننا نختاره عنهم ولا نحدد لهم المسار اللي هيمشوا فيه وساعات بنحدد لهم المسار اللي هيمشوا فيه يا ما قلنا ازاي؟ مش ممكن واحد يضرب ابنه لغاية ما ييفعل السواب اه ما ويفعل السواب وبعد كده ايه لا يحصل؟ هيتمرد من جوة على ربنا وهيبقى عنده اول فرصة ممكن يسيب فيها الدين هيسيب فيها الدين يعني انتو عشان انتو خايفين انهم يسيبوا الدين تخلونا ما نعملش واجبنا مين قال ان ده واجبك؟ مين قال واجبك ان انت تقهر انسان على انه هو يعمل اللي انت شايف هو الدين الواجب علينا هو الاحسان في تعلمهم باننا نتعلم ونعلمهم من المصادر المؤهلة الموثوقة نتعلمهم المعارف الصحيحة اننا نعلمهم بانسب وسائل التعلم وارحمها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الكبار والصغيرين بالرحمة اننا ننصحهم بلطف وحكمة ايه اللي حاصل؟ ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فلازم نعمل حاجة مهمة اواوي فاصل وقاعدة ان لا تزير وزيرة وزيرة اخرى تغرس فينا جوة لبنا تغرس فينا ان اولادنا مش ملكنا واحدة واحدة الموضوع ده مهمة اوي ان اولادنا مش ملكنا احنا عشان احنا في الاساس بنشعر ان اولادنا ملكنا ده ابني يعني بتاعي وساعات نقول لا ان خاف المدرس يشاركنا في ان هو يعلمه ونخاف ان جيب تيته تشاركنا في تعليمه في بعض الاحيان بيخاف الاب والام ان هم ما يشتركوا في تعليم الولد لان كل واحد حاسس ان ده بتاعي ولزاك يقول ليه ابني ما بيرايش ابني ده مين اللي بتكلم الام بتكلم على ابوه اولادنا مش ملكنا بالمناسبة اولادنا امانة عندنا اولادنا محل للعبادة ان احنا نعبد ربنا بالرعاية فهو امانة عندنا نحسن في الحفاظ عليهم فاولادنا ملكي لله وكل ابن اللي يجي رحلته في الاقبال على مولاه ولازم نعلم اولادنا بدري الكلام ده ان هو فيه معاملة مع الله لازم اعلم ابني ان هو يروح لربنا ويشكيله ويتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى من غير خوف مش انا احاول احسسه ان هو ده هيخف من ربنا فانا اعمل ايه فقوم انا بتجربة ان انا ألجأ الى الله وادعي الى الله وابني ما يدعيش لا ده مش هو ده الصح ده يخلينا نربي اولادنا واحنا عندنا خوف من الله ورعب من الله لكن لما نربي اولادنا على انهم عندهم علاقة ورحلة مع الله يتربوا اولادهم على ان فيه رجاء في الله انا ليه بتكلم النهاردة في الموضوع ده لان في بعض الاوقات وفي بعض الاحيين من شدة احساسنا بالخوف من انهم باننا محاسبين على تصرفات اولادنا بيخلينا نقع في بعض الاشياء الخطر اللي ممكن تفسد التربية وتفسد حبهم لله سبحانه وتعالى انا هقول لكم شوية المصائب اللي ممكن نقع فيها بسبب هذا الشعور اول حاجة شعور الاولاد ان صلاحهم جزء من مصلحة الاباء يعني ايه اللي حاصل انتو كلكم عايزين بس نتدين ونبقى كويسين عشان كنا نبقى كويسين ومتدينين ده يبقى في ميزان حسناتكم لكن احنا مش مهمين بالنسبة لكم الاولاد على فكرة يأذكية أذكية جدا بيفهموا الطريقة دي من النصيحة هل النصيحة دي علشانهم ولا عشان اهليهم في ناس بتتعامل مع اولادهم لما بيعملوا له خطأ او لما ما يعملوش العبادة الواجبة عليهم بطريقة ايه اسمع بقى بيقول ايه يا ابن انت عايز تدخل النار وتدخلني معاك ايه ده في الولد يحس ايه ده يعني انت مشكلتك ان انا لو دخلت النار ان انت هتدخل النار معايا فالولد هو ابويا بيحبني ولا لا هو ربنا سبحانه وتعالى لما اودعني وديع عند ابويا ابويا فعلا عايز ينجو هو ولا هو انا مهم بالنسبة له انا حاجة مهم بالنسبة له لا الطريقة دي بتخلي اولادنا ينفرهم للعبادة على فكرة لان بيخلي الاولاد يحسوا اقول لكم حاجة دقيقة كده ان الاهم ان ابويا يعبد ربنا حتى لو كنت انا ادالي العبادة دي وانا مش مهم فبيحس انهم ملوش كرامة انا كل حكاية ان انا اداء عشان ابويا يبقى ايه حاسس انهم متدين فبتكون قلوبهم مسدودة ان هي تسمع اي كلام عن الدين تاني حاجة بتحصل بقى التشكك في الاولاد بعض الاباء لما بيزيد عندهم خوفوا من انهم يتحسبوا على اولادهم اذا كنت انا اتحسبوا على الولادي لا انا اراجع الحسابات بقى اراجع حسابات اولادي اللي بيعملوها بقى فيعمل ايه بقى فيبتدي الوسواس دا ويشتغل ويبتدي يشكه في اولادهم فلو الولد اتأخر مثلا يبقى بيعمل مصيبة تليفونات 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 ولو بيقفل على نفسه الباب يبقى بيداري حاجة احتمال يكون بيعمل عادة سرية فتيجي كل الافكار ايه السلبية احتمال الولد دا يكون بيشاهد حاجات وحشة البنت دي ممكن تكون بتكلم ولد والعصر ده عصر مليان بالبلاوي فيضطر الاهل يعملوا ايه يقعوا في حرمة ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض ايحبوا احدكم ان يأكل لحمة اخيه ميتم فكرهتموه فيتجسسوا على العيال واحنا فاكريين ان العيال بتوعنا بقى فاتجسس على العيال بدل ما يجبوه لي مصيبة لا انا رأى كل واحد يعود يعني بالزبط كده اصلهم بيحصل ده مع أهل التدائم لا انا لو عتسرق يعني انا اعود على الكشير فابني يتحول الى انه ايه كشير الحسنات بتاعي فلا لا لو حد ينصب علي ويسرق ويسرق حسناتي لا انا اعود ورجع حسناتي بنفسي وبص على الكاميرات ونعرف اهالي حطوا كاميرات في اوض ولاده ليه طيب ما انا مش هتحاسب عنه فالاولاد يحسوا بانتهاك الخصوصية وان كرامته مطبع طرع مش مهدره بس وانهم مش محل سقة تخيلوا التصرف ده مع تصرف حضرة النبي تخيل رسول لا ستنا مؤنس بعد سيدنا انا ستنا رسول لا عشان يربيه فسيدنا انس بيقول ايه فلم يقل ليه لي شيء انفعلته ليه ما فعلته او لي شيء انتركته ليه ما تركته يعني ان الرسول اللهم ان الرسول اللهم ملاحظ بس هو شايفه انسان كويس فواسق فيه فبيتديره ثقة بنفسه وانزاك سيدنا انس بقى سيدنا انس راوي حديث رسول الله سلام وعشان كده بقى كبر ونضج لكن لما تربي اولادك على انهم محل الشك عدارة هتعمل ايه هتخرج اسوأ ما فيه تالت حاجة بتتكون بقى سورة الاله المتربس والاولاد وسورة الاله المتربس ده عند الاولاد يصدهم عن محبة الله فتيجي تقود فكرة بقى لازم ابني ما يغلطش ما بقى ربنا متربس بي عشان لو غلطت بقى حاسبني ما لا حاسبني على حكات اولادي يبقى ابني ما ينفعش يغلط ليه؟ ما ربنا متربس حشاه وتعالى عن ذلك على هون كبير والله الكلمة دي بتأزيني جدا بس اول ما قلتها من سنوات طويلة كنت موجوع باللي بيعملوا التدائم الكمي في قلوب الناس فتخلي الاولاد يصدوا عن سبيل الله لما يعلموهم بالقسوة من ربنا واقف لك على الواحدة يبقى انا لازم اقف لك على الواحدة يبقى انا لازم اشد عليك عشان انت ما فيجبروا اولادهم على الطعات يحصل يحس انهم بيتعاملوا مع اله بيتربس لهم وبيتربس لأهلهم فاي غلطة عتكون ما سرها ان انا ضعت خلاص فيفضل مرعوب من الله رقم اربعة الاخطاء اللي بيقع فيها الابابة لما يتبنوا فكرة انهم هيتحسبوا عن كل اللي بيعملوا اولاده ايه هي؟ يفضل يقارن ما بينه وبين اولاده لغاية ما الولد يستبيع وعشان كده الابابة بيدوروا على ايه؟ على طريقة هتخلي اولادهم ملتزمين بمنفهم ومهم فيستخدموا مقارنة ويظن ان المقارنة ديت هتعمل ايه؟ هتدفع اولادهم انهم يلتزموا بقوا ناس كويسين انا ما بقولش ان طلب وحرصنا على ان اولادنا يعبدوا ده حق غلط لكن بقول ان فيه طريقة غلط في التعامل مع ده فيحسسوا اولادهم بقى ان ايه اللي حاصل؟ لازم يكونوا حريصين بمناسبة طريقة المقارنة دي سواء ما بين الكبار او بين الصغار افسد طريقة ممكن تعلم بيها حد او تحسن بيها حد اللي طريقة المقارنة دي طريقة المقارنة في العبيدات والمعاملات مع الله طريقة طريقة ايه؟ شوف ابن عمك متدين وازاي وبيحافظه على الصلاة في الجامع مش زيك يا اخي استحى على دمك ما بتكسبش على نفسك لما تشوف ابن عمك وهو كده راجق وانت مش مكسوفة من نفسك وانت شايفها بنت عمتك لابسة الحجاب ومزيك كده اه على فكرة احنا عارفين ان الحجاب فرد بس كمان فيه واجب علينا وفرض علينا ان احنا ندعو الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمقارنة مش حكمة ومش موعظة حسن طريقة المقارنة خاصة في العبادات انا معرفش ازاي انت عايز واحد يدخل في العبادة وعينه على ابن عمته وعينه على بنت عمتها وعينه على ابن عمه ازاي عايزه يعبد ربنا وهو عينه على حد تاني الاولاد بيحس انهم وحشين ومقصرين ويحسوا انهم مش مقبولين وحتى معمهم عمل ومتحسن بيحس ان المقبول ابن عمه بتحس ان المقبولة بنت عمتها مش هي فيعمله ايه بما اننا مش مقبول مش مقبول فيستابع واحد يقولك احنا الاهالي بنحس ان احنا عايزين نقارن لان ورد في القرآن قصص في القرآن عن الامم السابقة وكلام عن المشركين وكلام عن المؤمنين وكلام عن اهل الجنة فاحنا بنقارن ده لا 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 القصص دي بي عشان نخرج منها بالعبرة والمعايير مش ان احنا نقارن نفسنا بالكفار ولكن نقارن نفسنا بايه نطلع معايير من هذه القصص فيبع عندنا سنن وعندنا قيم وعندنا حكمة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قيمة مركزية ندخل بيها على الحياة ونعيش بيها مع أولادنا وهي قيمة الرعاية لما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعاية الرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعاية والمرأة راعية في بيت زوجيه وهي مسؤولة عن رعاية يبقى قيمة الرعاية عارفين قيمة الرعاية عن ايه؟ قيمة الرعاية عن اربع حكات الرعاية يعني ايه؟ حرص يعني الرعاية يعني تركيز الرعاية يعني اتاحة الرعاية يعني اتحلو الرعاية يعني مسندة الرعاية يعني تأمين هي دمعن الرعاية فقيمة الرعاية مع أولادنا لما نعيش بيها مع أولادنا بتساعدهم إنهم يختاروا طريق النور وتساعدهم إنهم يحبوا ربنا ما هو فيه مساندة فيه حد حريص ومركز معاه مركز معاه مش إيه مش موافل على الوحد مركز يعني إذا هو يحتاج يلاقيه مش إنه هو لما يحتاجه يفضل يقومه ويصحصحه لا هو مسحصح الراعي مسحصح مسحصح إيه عشان اللي بيرعاه ما يضعش بس مش معنى كده إنهم صح صح إنه ويخنق اللي بيرعاه تخيل واحد بيرعى حد فما وطوأ من كتر الرعاية بنعمل كده مع أولادنا بنخرقهم فبيبوا عايزين تنفسوا لا الرعاية إن أنت تسندوا الرعاية إن أنت إيه تأمنوا الرعاية إن أنت تحن عليه هي دي الرعاية فلما تساعدهم يحبوا ربنا ويعيشوا بالأخلاق يحسوا إن الأخلاق سهلة يحسوا إن الأخلاق سهلة لما أنا عندي أولد بيساعدني وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده ففيه خمسية للرعاية الأخلاقية والدينية ممكن نعيشها مع أولادنا وده اللي تعتبر الإجراءات اللي عن حاول نجربها مع بعض في حلقتنا النهار ده أول حاجة نساعد دائما إن إحنا نحافظ على فترة أولادنا بتوفير الأمان أول أمان ركزوا معايا أول أمان لازم نحسوا بيه أولادنا أمان القبول فيكونوا في أمان من التكشيرة والوصمة والإحساس بالعار أنت ملتزم أنت أنت عندك أخلاق أنت ينفع كده لا خالص أكتر حاجة كسرت الوصمة ذلك الانداء الرباني على أصحاب الإسرف المعاصي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مفيش وصمة لو جئتاني بقراب الأرض خطايا جئتك بقرابها مغفرة إقبالوا أولادكم عشان يبقوا لما يغلطوا يكونوا عندهم مبادرة ويسرعوا للإقبال على الله لكن لما تحسسوا بالعار وتحسسوا بالوصمة يرجع لربنا زاوة وحاسس أنه بقى ملوس ما يقدرش أنا أقول لكم سر بس أقول لكم سر أن الأيام دي بقى أتكلم معكم بجد لأن الوضع ما بقاش يستحمل أي تهاوة في بعض الأحيين بعض البنات وهم صغيرين بيحصل لهم يعيني وربنا سبحانه وتعالى هيحفظ الكل أنهم يحصل لهم يتعرضوا لنوع من أنواع انتهاك الخصوصية اللي هو استلحنا على تسميته بالتحرش فمن كتر ما هي متعودة على أن أي غلطة تتعمل عتحسسها بأنها عندها وصمة وعار يبقى عندها بديل لأنها تحس أنها اتلوست وخلاص وتفضل حياتها عايشة كلها كأنها ملوثة طب ليه؟ عشان احنا جاهزنا أولادنا أنهم يكونوا جاهزين لاستقبال الوصمات والعار خلوا أولادكم عندهم حسن أنهم يبقوا عندهم إحساس بالعار زودوا قبولكم لأولادكم ما بقولكمش اقبالوا منهم كل أخطاءهم لكن علموهم أنهم مقبولين محترمين هم مكرمين زيكم فهم محترمين في عيننا فيبقى عندهم أمان فبنحترم بعض في البيت حتى لو حصل فيه خلاف لو أنا شفت ابني بيعمل حاجة مودية على مثلا إحنا عين محافظة وهو ابتدى يقول بأفكار الـ التفكير المنفتح العقلية المنفتح إيه اللي حصل أنا ما اعتبروش ضاع ما بقاش خايف أني أو ابني لو ما بقاش زي أنا مش هبقى عندي قدرات أن أنا أسيطر عليه ما أعملش كده لكن أعمل إيه أتحلو أنه هو يتكلم معاي وأعمل حاجة تانية لما أتحلو أنه هو يتكلم معاي أقول له أنا قابلك لم أكن متفاهمه بس تسمح لي فيه كلام من اللي أنت قلته أنا وإنت محتاجين نرجع فيه لحد عنده خبرة وفيش مانع يبقى أول أمان أمان المسندة وأمان الاحترام أول أمان هو أمان أمان القبول وبعدين أمان الاحترام وكمان فيه أمان اسمه أمان للسند أن نحن نبقى في ظهرهم وهو ده معنى الرعاية اللي احنا قلنا عليها أنه يحس أن أنت بظهره يحس أن أنت بتسمعه وبتحترم رأيه لما قلوب أولادنا يبقى تتغمر بالأمان فده أول الطريق عشان نحافظ على فطرة قلوبه أنه يتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى معاه وأن ربنا سبحانه وتعالى يقبلهم لأن أولادنا أول ما بيتعرفوا على ربنا بيتعرفوا على ربنا من خلالنا من خلال معاملتنا معهم وتعاملنا مع بعض جوى الأسرة فتوفير الأمان ده الأساس اللي بيبني في أولادنا أول لابنا فيه معاملتهم مع الله فمعاملتك مع ابنك معاملتك مع بنتك بالقبول بتحسسهم أن ربنا دايما فتح لهم الأبواب أنا أقول لكم شعور أنتوا عارفين بس أنا عارفوا أكتر لأن ديش غلتي الأولاد اللي بتربوا أنهما في أي وقت ما ما حصلوا هيترموا في حضن باباهم وممتهم مش هيقول لهم ابعد انت لابني وراء عرفك لكن اللي بيقوله تعالى يا حبيبي عن نصلح كل حاجة ما تخافش الشخص التاني ده أكثر تعلقا بالله أكثر إحساسا بأن ربنا بيقبله وهو ده اللي يخليك تعرف سر قوله تعالى وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين يا أحسان ليه؟ لأن الوالدين دول أهم اللي بيفتحوا بابنا على مين على ربنا فدايما استقبلوا معلومات أولادكم استقبلوا مشاكل أولادكم بأن انتوا توسعوا صدوركم معاه وده منهك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي الحنين سهل كده ولين فحضرتك صلى الله عليه وسلم يهيئ القلوب للنصيحة مش بس بالأمان لكن كمان بفايد من الحنان شوف رسول الله واجي يكلم سيدنا معاز يأسس معاه يا معاز إني لأ أحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى رسول الله علمنا إيه؟ قبل ما تنصح عبر عن حبك هو دوة الحكمة والموازن حسن حسن حسنة ليه؟ فيها جمال الحب تاني حاجة اوه وتنقطعوا أبداً عن تكليم أولادكم عن ربنا وحسن معاملته معانا إننا نتكلم مع أولادنا عن ربنا في الموقف اللي بنمر فيها وكلموا أولادكم وأنتم تلتحين قبل ما تكلموا أولادكم لما تحصل مشكلة كلموهم وهم نكحين ومتفوقين زي ما بتكلموهم وهم بيحصل لهم أي مشكلة وتعصف مستقبلهم كلموه عن رحمة ربنا وعن محبة ولينا وعن تدبيره لكل حياتنا وكل تفاصيل في حياتنا بالكرم واللطف والعفو والفاتح والسعة تالت حاجة نعمل إيه؟ نديم التعلم نفضل نتعلم ونحاول التعلم ده إلى أخلاق فنعيش بالأخلاق في حياتنا ونعيش أول ما نعيش الأخلاق نعيش معهم وأفضل طريقة عشان نساعد أولادنا يقبلوا يقبلوا معاملتنا نيم ونصحتهم أنهم يتعودوا على الإقبال على الله على كل حال فيكونوا من أهل الأخلاق وإنك أنت تقدم لهم نموذج يساعدهم على العيش بالأخلاق في الحياة وده بإننا نتعلم الأول ونحاول نعيش بأخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالأولاد يحبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولما يحبوا حضرة النبي يبقى عندهم مدد أخلاق على التوام ويحبوا أنهم يمشوا وراء حضرته صلى الله عليه وسلم في حياته في حياتهم تتنور وتبقى بركة قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله بدري كده نعلم أولادنا الحقيقة ده مش لازم نقولهم الكلام لكن لازم نعيشهم الحالة دي الحاجة الرابعة الحاجة الرابعة إن احنا نتحاور مع أولادنا بتحاور ودود لما الأولاد يغلطوا بلاش نتسرع بالعقاب ولا نتسرع بالملامة ولا نتسرع بالوصمة نسمعهم ونسمعهم ما عملوا كده ليه؟ عشان اللي أملوا ده بات ممكن يحكينا عن اللي خلاوا وصلوا ده لكن مش ممكن أبدا لما نحسسه بالعار ونحسسه بالوصمة إن نحن يكون سعلي علينا ويروح ربنا خمس حاجة ندع لأولادنا دعوة حلوة في كل وقت الدعاء مش بس في السر الدعاء كمان في العلن عارف أنت لما قاله أنا أحب أقول للحلوين تحلوين في وشكم أنا أحب أقول لولادي إن أنا بحبكم وبحب ربنا فيكم في وشهم ادعوا لولادكم في وشهم عشان أولادهم يعرفوا ربهم الدعوة الحلوة في الوش بتفتح القلوب لكل خير ورحمة وجمال تفتح القلوب لمحبة ربنا والمعامل مع الله حتى في وقت الأخطاء فتيجي الدعوة ترقى القلب وتسهل الخطوة وتشد الظهر وتخلي الواحد إن هو حاسس وإن كن هو غرقان في الحياة مع الله لكن هو قريب من الله ويرجع من أقرب طريق يا رب اجعلنا من أهل التوفيق معلمنا دوما إن إحنا معانا أحب رفيق معنا أنت يا الله الذي تسهل علينا كل مصاعب الطريق يا رب العالمين يا رب علمنا الحكمة أولادنا غالينا علينا بس إحنا كمان بنخاف علمنا إن إحنا نكون مطمئنين إن يدك قبل أيدينا وإن حكمتك قبل سلكنا وإن فتحك قبل ضيقنا وضعفنا عشان نطمئن فمن خافش أولادنا ونمشي معهم في الطريق وإحنا نذهب إلى أعظم رفيق إليك يا ربنا يا من تسهل علينا كل ضيق يا رب العالمين يا أكرم الأكرم بعد الفاصل نلتق بحضراتكم عشان نجيب على الأسئلةكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا حضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ونسعد دائما بأن جالس العلم تظل مفتوحة ويظل بركة ونور ربنا والذي نسأله التوفيق في إجابة على أسئلتكم اللي نجاوب عليها دلوقتي ومعنا أول سؤال أستاذة أم عبد الرحمن من الإسماعيلية أستاذ أم عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا حدك يا مولانا فضل ونعمة الحمد لله بعد إذن حدك كنت أسألك في الندور في الوضوء أعفو الندر أنا دلوقتي حدك وأنا صغيرة قوي ممكن 13 سنة اتعلمت ونضوع الندر ده وللأسف الشديد كررته كذا مرة كتير قوي لحد ما كنت في الجامعة والمشكلة أن أنا كنت معتقدة أن أنا لما أوفي الندر قبل لما ناتجة الامتحان تحصل أو قبل لما ناتجة الامتحان تحصل أني ده صح فكنت بعمله باستمرار دلوقتي يا مولانا أنا كبيرت وعرفت أن الموضوع ده مفوضته غلط وأن أنا مفوضة أنا أوقف أستاذ أم عبد الرحمن معلش ممكن تعلي صوتك شوية عشان أسمع حضرتك كويس بقول لحقاتك أن أنا قررت موضوع الندر ده أن أنا أنظر أن لو هنجح في الامتحان تأتي أنك متأتي بermمكي يعني هعمل حاجة يعني هصلي هصول كده كنت بتقولي إيه وإنت بتقولي إن أن أنت بتديتي وإنت عندك تسعتاشر سنة لا تلاتاشر كنت صغير فإنت وإنت عندك تلاتاشر سنة كنت بلغت backup كنت بلغت كنت بقول لي إيه كنت بقول إن أنا لو هنجح في الامتحان ندر عليا لو هنجح في الامتحان أصوم أو أصلي أو أطلع الصدق مثلا من مصروفي أو كده طيب يبقى كنت بتقول لي هسوم واصلي او طالع صدق. اه. والكرارات الموطولة للحدة مضخلقت من كلها. لاي ماليش في كل مرة كنت بتكرري استني بس. في كل مرة كنت بتكرري ده يا معبدالرحمة. اه. طيب اللي بعده. كمل. وبعدين انا كنت بقافي الندرة قبل ما نتجد اللي بتحن تطلع. طيب وبعدين. وبعدين انا سمعت ان دا غلط ان انا كنت فرنا استنى لما تجد تطلع وان انا كده عليا ان كل نظر دي لازم او فيها مرة تانية. طيب وبعدين. وبعدين انا نسي خالص انا ننضرت كم مرة. و الناس تماماً أنا عملتها يعني كان نادرة عبارة عن إيه أنا أعمل إيه في مشكلة دي فتأس سؤالك أه أول حاجة يا أمو عبد الرحمن في حاجة واجب عليك إيه هي التوقف عن الوسواس التوقف عن هذه الطريقة في التفكير سمعني يا أمو عبد الرحمن صح؟ محاوة طبعا وشوف أنت استغربتي ده واجب عليك الذي فعلتي أجوكي تتوقفي عن القراءة في السوشال ميديا وجوجل فيما يتعلق بهذه المسألة أنا جاوبك وانت ذهبتي إلى قولي تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وخلصنا أنت وفيت ما عليك النظر كان في ذمتك وأنت فعلتي ما كان في ذمتك أنت التزمتي بإطعام المساكين فأطعمت المساكين حتى لو أطعمت المساكين قبل حدوث الأمر ده هو أنت زمتك بقت مشغولة بدأ فلما عملت ده فأنت عجلت بدأ زي بالظبط أنت بيبقى عليك زكاة الزكاة بتجيب عليك لما يحول الحول فأديتي زكاتك قبل الحول العلماء بيقولوا آه لأن أنت مازلت خلاص من أهل هذا التكليف فلو أنك أنت عجلت الزكاة زي ما عند الشافعية قبلها بسنة خلاص زكاتك مقبولة نفس الكلام لو عجلت النظر بتاعك قبل ما يتحقق ما نظرت عليه فإن شاء الله أنت تميت التوفيه فأنت ما عليكيش حاجة خالص خلصنا؟ أنت دي سمعايا يا أمو عبد الرحمن ولا لا؟ طيب يا أمو عبد الرحمن خلصنا اوقفي بقى الوسواس المشكلة يا أمو عبد الرحمن بقى أن أنت لازم تراجعي شويتين تلاتة فكرة القبول بتاعت نفسك الكلام اللي احنا كنا بنقوله ده أنت تربيتي على أن الإنسان ما ينفعش يغلط سواء أنت ربيتي نفسك على ده أو حد ربك على ده لو سمحت توقفي مش هقولك روح غلطي لكن أقولك حاجة بسيطة خالص إذا وقع منا الخطأ فإحنا في حضرة مولانا وما أصبحناش ملوّسين فأنت دلوقتي انسي بقى التفكير الكتير ده التفكير المفرد ده اللي بيسموه الوفرثينجين انسي ده بقى خالص وما لكيش دعوة بده وخليكي في أنك أنت تطوع الوقت اللي أنت بتفكري فيه في الحاجة اللي أنت عملتها من 13 سنة عشان تلاقي حاجة تفسرلك هو أنت ليه كده حاسة أني قلبك مش معلق بقى الله لأن أنت لازم تغير تفكيرك ومعاملتك مع الله سبحانه وتعالى ربنا مش متربس بيك خالص يا أمو عبد الرحمن يلا توكلي على الله واحمد ربنا على النعمة الكثيرة التي عندك وانطلق في عبادة ربنا الذي يحبك والذي يقبل ما تفعلين توكلي على الله معنا الأستاذ الدعاء من الغربية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل ونعمه لو سمحت يا شخان دي سؤالين بس لعبين تفضلي أنا جزء متوفي وكان بيع بيت ومديني الفلوس وراحت اشتريت بيت تاني هو له أبو عايش ولو ابن من زوج الأولانية تعالي بس نقول بس أنت الفلوس اللي أنت خطيها يا فلوس المراس ولا هو أدالك الفلوس قبل ما يموت إحنا كنا بيعين بيت وبعد أربعة أيام وكان ساب الفلوس معي وبعدها توف والفلوس كانت معي آه لأ معلش ومديني الفلوس دي مديني الفلوس دي على سبيل الأمانة ومديني الفلوس دي لا إحنا هيبة لأ إحنا عيننا عشان هنشتري بيت تاني آه يعني هو ادالك الفلوس دي وقالك الفلوس دي هنشتري بيها بيت تاني ايو انا اشتري بيها بيت تاني هو مدهولا ولا قل لك يا دعاء الفلوس دي بتاعتك وباشتريه بيها بيت تاني طيب ايه اللي حصل بعد كده دلوقت انا رحت لاخواته واخواته كان مرة عشان الحق ما يعني ايه مش لايه حد يوقف معايا كل شوية له ماشي ما يدوش انت راح اشاريه بيت بدال تاني انا عارفة انهم لهم حق ابولي الصدس وابنه له حق يعني انت رحت اشتريت البيت اه رحت اشتريت البيت تاني يعني انت رو جيت وقلت لهم تعالي نقعد مع بعض عشان عندنا شوية فلوس عشان نقسمها ايه فاقل لي حاصل فما حدش جيه قعد حدش جيه خالص فانت رحت رحت انت منك لنفسك كده رحت شارية البيت وكأن بتعملي بواسية زوجك ايو انا مش لايه حد يوقف معايا شيخ وانا ولاد صغيرين معايا ثلاثة لسم صغيرين طيب واحدة واحدة بس واحدة واحدة انت معاك يا ولادك الصغيرين ما ولادك الصغيرين دولة ليهم في المراس ما انا عرص ليه عمر ودي اسمه ودعاء اكبر واحدة عن دعاق قويس انت عندك ولاد سبيان وبنات وانت انت كنت هتاخدي هتاخدي عشان الولاد موجودين هتاخدي التوم وبعد كده الولاد هاياخدوا متعصبين كده ايه ويتعصبوا ويبقى للذكرة مستحصد الانساين انا اول ولد من مراته الاولانية وانا معايا ثلاثة وابو عايش انا عارفة ان ابو له السدس وابن زي ابنك طيب تعالي بس انتفق بس ان التصرف اللي انت اتصرفتي ده ما كانش صح لان الفلوس اللي سابق معاك ابو العيال الله يرحمه ربنا يجعله في فسيح الجنات الفلوس اللي سابق عليك دي تحولت فلوس الورثة بمجرد ما هو ارتفعت خرجت روحه من جسده ايه فعلى طول بقى هو ايه بقيت الفلوس دي بتاعت مين بتاعت مجموعة الورثة دول ايه خلاص ايه فأبو وارث وانت وارثة وولاد وارثين كل دول وارثة ايه فما ينفعش كنت تتصرفي في ده اما وانك انت تتصرفتي في الفلوس دي فهم حاجة من اتنين ايه لا اما نبيع ده ونرجع لكل واحد حقه ايه او ان هما يبقوا شركاء في البيت دوت لو قابلوا بحسب حصاصهم ايه لبعيد تاني ايه اما نبيع البيت دوت ونوزع عليهم اموالهم لان ده فلوسهم ايه او اني هما يقبلوا ان هما يبقوا شركاء في البيت ده كون اولدك صغيرين ما هما وارثوا ايه وارثوا في هذا المال اللي انت روح تتصرعته واشتريتت البيت بيه لا انا عارفة يا شيخ انهما لهم حق وحق ربنا انا هتدوم كل واحد حق بس انا سمعا اننا المفروض ليا ايمة طلعة بس يا بس يا بس يا بس يا بس يا استاذ دعاء حشان بس نكون واضحين انتي سواء كان لك ايمة او سواء كان لك كذا دولة دولة ده دين دوت يتداخد من امر دوت اذا كان هو موقع على الايمة دي وفيه شهود عليها والايمة دي موسقة بتبقى جوز من المهر تخديس زي بقيت موخر مهرك لكن احنا دلوقتي المسألة مش كده المسألة ان فيه بقيت فلوس الفلوس دي انت تصرفتي في فلوس الورصة ومن غير ما ترجع لهم وده مش من حقك انت عملت ايه قلت الناس دولة هيضيعوا حق ولادي انا اضمن حق ولادي عشان ده فيه زوجة تانية فيها من زوجة تانية فكده المسألة دي وانا عايز اقمن ولادي يلقوا بيت يسكنوا فيه بدل ما نترمي في الشارع مش انت قلت كده لا انا قلت اشتري بيات وابنو يجي يعد معنا مش من حق حضرتك ان انت تصرفي في مال مش مالك فانحنا نعمل ايه هنعمل حاجة بسيطة خالص احنا نسأل الناس انت لكم حق في ده تحبوا تاخدوا فلوسكم ان بيع ده وتاخدوا فلوسكم ولا تبقوا شركاء معايا في البيت ده مش هما يورسوا في المبلغ اللي هو سايبه يا شيف ايوه طبعا يورسوا في المبلغ بس انت ما ديش اسمعي بس يا استاذ دعاء ما انت دلوقتي حبسة اموال الورثة انت حبسة اموال الناس فاموال الناس عندك دي لو انت هتقول لهم طب ما ندلكم فلوسكم مقصات لو هما مش عايزين نقول لهم اموالهم مقصات ده حقهم ما تجيش تقولي على فكرة الفلوس دي ديكم عندي وعن ادعالكم مقصات مش من حقك تحبسة اموال الناس يعني دلوقتي هما ليهم اموال مال عندك ما ينفعش تقولي له ايه لا يجوز ان انت تأخريه طب هو لو وفقه يقول له وفقه خير وخير وبركة وتعطي لكل واحد فيهم اموالهم بس لو انهم ما وفقوش لا يبقى من حقهم انهم ياخدوا فلوس دلوقتي لان احنا دلوقتي المال ده لو انهم ما وفقوش يبقى انت غصب المال بده بتاعه فلازم ترجعي لهم اموالهم عشان ربنا سبحانه وتعالى طب واذا قابلوا انهم ما يتأخروا خلاص بس ده يحصل بعد ايه بعد الفرز والتجنيب وبعد حساب دقيق لكل ما يستحق واحد بكل مالين عشان تخرجي من انك انت تأكلي اموال الناس بالباطل نعم مستدى السامية تتفضل مستدى السامية تتفضل مستدى السامية معي انا ايوة ايوة تفضلي السلام عليكم يا شايف عليكم السلام ونحط له بركاته عايزة اسأل حضرتك سؤالين معلش اتفضلي اه انا كنت ناس غلطوا فيها جامد قوي وبالغلط ويكلموا كلام يعني ويزعلوني مش فيها نهاء نهائي طي اه فانا يعني ما كنت سمحتهم فاجهل حج تعب شوي حج ده جوزك ولا والدك سامحي الحاج ده جوزك ولا والدك سامعني ايوة الحج اللي تعب ده مين جوزك ولا والدك زوجي زوجي طيب اتفضلي قال لي سامحي 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 هو كان طيب فوق ما تتخير واظوه برضو وقال لهم خلاص قال لي سامحي وانا مش جوازه ورافد وابعدين فبعد هو توسطه فجيه لواحد في المنام وقال له قول للحاجة سامحي فين السؤال؟ السؤال أنا جوايا مش مسامح بعدت لهم بما جالي للشخص ده وقال لي سامحي قلت لهم أنا مسامحك وبعدت لهم بنتم قلت لهم أنا مسامحك وخلاص طيب السؤال الثاني السؤال الثاني بسرعة أستاذها عشان الهواء السؤال الثاني السؤال الثاني زوجي كان موجود وكده وكان مرتب وفلوسي ودهب وكل حالة باحتهاله فكان في حطة أرض كده قلت له كتب لي كتعة منه فكتب لي فهذا ده حرام إن أنا قلت له ولا حلال خلاص أنا أجاوب حضرتك السؤال الأولاني لا أنت مش معنى أنت تسمحي الناس أنه لازم علاقة تترجع بهم زي ما كان لكن أنت بتسمحيهم يعني تبريهم بدا عند الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربنا يقبل لكن أنت لو لسه عندك وجع ولسه أنت مش قادرة ترجعي لهم زي ما كنت دوت معنى أنت سمحت وعتخد وقت أنت ترجعي آه لكن الأصل أن أنت تغيري اللي في قلبك ده وتتعلمي أن أنت تلتمس العزر المسلم وهو ده التمام المسامح الأمر الثاني أن جوزك لو كتب لك حاجة على حياة عينه ده اسمه هبة وده جائز وليس فيه أي نوع من أنوارهم سواء أو كتبهولك من نفسه أو كتبهولك بطلب منك مدام ده تم توسيقه ونقلة الملكية بشكل صحيح يا سادة أن ربنا بيفتح لكم الأبواب وأن أنتو الاتنين بتكونوا عاون البعض وسند لبعض عيشوا مع أولادكم بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان وما تعيشش مع أولادكم دور السجانين ولا دور اللي أبضين على أولادهم وأن هم ملككم أولادكم أنتو أولادكم ملك لله فكونوا عبيد لله وكل واحد فيكم يحس أنه بيعاون أخوه عشان يوصل إلى مرضات الله يا رب وفقنا ونبقى دايما سند لولادنا ونبقى كمان أمان وحماية ورعاية وكمان نكون باب من أبواب لأنهم يشوفوا محبة ربنا ووسع عطاء ربنا ومدده يا رب اجعلنا باب مفتوح لولادنا للدخول على حضرة الواسع سبحانك سبحانك يا مولانا اجعلنا دايما نعيش بانشراح صدر وطمأنينة وأمان لأنك تربي أولادنا قبل أن نربيهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أدخلنا في أمانك في كل وقت وحين